تجتمع في الإزمة السورية كل هموم المنطقة من الخصومات السياسية إلى السرعات الطائفية إلا أن ما زاد الطين بله هو صمت العالم أمام سرخات السوريين من هون ما يعيشونه كل دقيقة إلى أن جاء صوت المرسلين لصحيفة لوموند الفرنسية ليسمع العالم بأن النظام في سوريا يستعمل أسلحة كيموية الخبر ليس بالجديد على المواطن السوري بالتحديد إلا أن الجديد هو تصريح أحد المسؤولين الفرنسيين رفعي المستوى بأن بلاده ستكشف خلال أيام عن نتائج اختبارات تجريها حاليا على عينات من عناصر سلاح كيموي استخدمته قوات النظام ضد الجيش الحر في ضواحي دمشق خلال شهري مارس أذار وأبريل نيسان الماضيين وذلك استنادا على تصريحات المرسلين وتسليمهما هذه العينات للاستخبارات الفرنسية بعد تهريبها من سوريا صحيفة لوموند وثقت بالصوت والصورة استعمال متفجرات كيموية ورأت مفعولها على الثوار على جبهة حي جوبر الواقع عند مدخل دمشق والذي دخلته المعارضة في يناير كانون الثاني الماضي وتزامنا مع تقرير لوموند أعلن اتحاد تنسيقيات الثورة السورية أن قوات النظام أفرطت في اليومين الأخيرين في استخدام الأسلحة الكيموية بمناطق في الغطط الشرقية وقد شكت المعارضة من نقص حاد في الكوادر الضبية والأدوية اللازمة لمعالجة هذه الإصابات نائب رئيس وحدة تنسيق الدعم وممثل الائتلاف الوطني في مجلس التعاون الخليجي أديب الشيشاكلي دعا الولايات المتحدة وروسيا لمواجهة التقارير الواردة بشأن استخدام النظام للأسلحة الكيموية دعيا لاتخاذ خطوات ملموسة في هذا الاتجاه الأمم المتحدة كانت قد جددت دعوتها يوم الأربعاء الماضي نظام الأسد لإفساح المجال أمام خبرائها للتحقيق وفي انتظار موافقة النظام يلجأ المحققون الأمميون إلى جمع المعلومات المتوفرة لدى طباء لاجئين في البلدان المجاورة أما الأدلة فتستمر بالظهور في ريف دمشق على الرغم من بيانات النفي صادرة عن أركان النظام السوري وأعوانه مع اتهامهم قوة المعارضة باستخدام غاز السارين ضد الأمنين تبقى الأمم معلقة على تقارير صحيفة لوموند التي نقلت شهادة اثنين من مرسليها وعينات من هذا السلاح بعد خروجهما سالمين من ضواحي دمشق ترجمة نانسي قنقر